اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانت قريب من اللاعبين ومن المدرب هو يقول كذبة موضوع المهاجم او حتى الان ليس هناك فقط تقييم لمهاجم تقييم لفريق هل وصل هذا الشيء الى اللاعبين هل اثر فعلا موضوع انه حضور المهاجمين على اللاعبين يمكن قد يصل لللاعبين لكن بعد حديث قريتس معك الان عندما قال كذبة وقال هذا الشيء ستيبت غباء اني اروح اجيب اقول احتاجي لمهاجم ما عندي ثقة في مهاجميني قريتس فعلا يحب لعيبته وواثق فيه ومعنده اعطاهم كل ثقة لا يعني انحنا نقدر نقول انه ما نحتاج احد او ما نبغى احد قد يكون هناك تغيرات لكن الان احنا متصدرين الدوري افضل فريق هجوميا انا ما اقدر اتكلم عن دفاعيان اتكلم عن هجوميا وضع الفريق الكل يسجل الكل يلعب كفريق واحد انغاب لاعب غاب اسامها وساوي اليوم بقى الهلال هو الهلال غاب قبل ياسر قحطاني بقى الهلال الان تغير وضع الهلال الهلال اصبح لا يعتمد فقط على الاسم واحد التقييم سيتم للجميع لا نقدر نقول عندنا خط دفاع متمكن وسط متمكن وهجوم ضعيف ولا هجوم قوي وسط ضعيف ودفاع متمكن يعني خطوطنا بالمعنى العربي ان كلها في اللحظة هذه ما نقدر نقرر نحتاج او ما نحتاج لحد ما نحلل زي ما قال في ديسمبر نعرف بالضبط وش نحتاجه اما رجائي الاجتهادات قد تزعزع لكن نعرف انه ثقة المدرب في اللاعبين وقربة لهم بالذات يعطي كل يعني يقطع الشك باليقين انه هو عنده ثقة كبيرة كلامه اليوم اكبر رد على كل من كتب او كل من تقول او كل من قال انه يبحث عن مهاجم لعدم قناعته بالمهاجمين اللي عنده اليوم كلهم يسجل عندي ياسر اثنين من المهاجمين اللي عندي ياسر والي هم الهنون المبارات كان ياسر ممكن يسجل اثنين ثلاثة ولكن مع مرور الوقت سيعود ياسر كما نتمناه في الوقت المناسب ان شاء الله اخيرا سامي الجابر مدير عام كرة القدم اليوم راح يسجل تغيير عمر الغامضي على غير العادة انت راح تسجلتها نفس لا انا بلغت الشام بينك الحماس احنا تطلع يعني بين انا شفتني قبل المباراة متخوف جدا من هذا المباراة يعني مجهود طويل عشناه في خمسة شهور اللي راحت فريق فعلا يخوف فريق الاتفاق فيما لعبه صعب التوقف ثلاثة سابع لي ذكرت انه جاي وشفت اليوم كيف التعب اخر عشرين دقيقة تقريبا بعض اللعيبة موفي تركيزهم وهذا شي طبيعي بعدولي وتياغوا عن الفترة الزمنية الكثير للواحد وعشرين يوم اعتقد اننا قاعدنا نعاني من غياب اسامة نعاني ايضا من اقفة الدعية فترة طويلة بدون مباراة يعني كانت عندنا بعض الاشياء كنا متخوفين منها ناهيك عن انه ممكن تحضر بعض الظروف السيئة في عالم كرة القدم شكرا لسامي الجابر شكرا لسامي الجابر